المنتج الكويتية ما دخل مجالاً إلا وانعكس أثره إجاباً على المستهلك فقد سجلت أسعار الخضارة في سوق الفرضة انخفاضاً غير مسبوقة اليوم ويوم أمس وخلال جولة لكاميرا الراية في سوق الفرضة التقت متسوقين أعربوا عن ارتياحهم لهذه الأسعار وجودة المنتجات المحلية حيث بينا الباعة للراي أن دخول المنتج الكويتي إلى السوق هو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بهذا الشكل الأسعار خيصة بس على مجال ما يكون الغش الغش موجود الغش موجود فوق يحطوا لك الشيء الزين وتحت له الطماطع مرخيصة وايد رخيصة الطماطع والله كل المنتجات الموجودة الزين الحين هالأيام هذي كل شيء يرخيص وكل شيء زين المنتجات الكويتية الطماطع رخيص والاخيار رخيص اسمعنا حيث يقول لك الخمسة بدينار وخمسة وستة خيار بدينار فالحمد الله حين موسم الخضرات تنزل يعني أسعارها عساس موسم رشته وهذا يكثر الحين الطماطع والاخيار والأشياء هذه كل شيء رخيص حاليا بشبرة الوافر أرخص من الجمعيات يعني حاليا أنا لو ندعو المواطن الكويتي يجي يزور شبرة الخضار تمام بالوافر أرخص من الجمعيات صراحة يعني هنا عندنا الطماطم العشرة بدينار عندنا الخاص والملفوف كل خمسين فلس ومتفلس والأمور دي عندك حاليا البطاطة مثلا بطاطة المصري رخيصة بطاطة الإيرانية رخيصة البصل المصري أرخص ما يمكن حاليا عامة البصل يعني حاليا البصل هندي مش متوفرية بالسوق طماطم ميتفلس كل شيء رخيص منتجات الكويتية كلها ملتازة منتجة دي لبروك لبروبا خمسة بدينار